صباح الخير يا بنات ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? فيديو النهاردة يعني اللي هعمله فيه انا بعمله بصراحة يعني مرتين في السنة. تمام? ليه مرتين في السنة وامتى? مرتين في السنة. ما بطلع على السيفي او بطلع على الشتوي. تمام? بمسك قوضة قوضة يعني هو فيديو النهاردة فيديو يعني تحفيزي شوية اللي انت تتخلي تجمدي قلبي كده وتتخلي على الحاجات اللي انت مش عايزيها. في كل حاجة احنا لو دخلنا وضنة. لو دخلنا المطبخ. لو دخلنا دخلنا في اي مكان في الشقة. هنلاقي حاجات كتير جدا 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 ممكن انت ايه تتخلي عنها. بس المهم تجمدي قلبك. في ناس ما بيقدروش يعملو الخطوة دي. لأ. انا هاتيك تجمدي قلبك بجد هترتاحي جدا وحتحس نفسيتك بجد باقت حاجة تانية وكده يعني مقبلة كده على الحياة ومقبلة على الشقة بتاعتك. بص انا بعمل ايه? تمام? يعني انا هوريكو كده واحدة واحدة ايه اللي هديكو افكار كتير في الفيديو ده. هتخليكي برضو لو انت مش اخدى بالك منها هتخذي بالك منها. وهتنفعك جدا. بعمل ايه? بجيب باسكت. الباسكت ده معي بيبقى في كل يعني مسلا اليوم اللي انا عايزة اعمل فيه كده. النهاردة مسلا هعمل قودة الولاد. هطلع لهم الصيفي بتاعهم وهدخلهم الشتوي. او او العكس. بعمل ايه? بخلي الباسكت ده معي. بدخل كل قودة وبعمل كده. بالباسكت ده وحقولكو انا بعمل ايه? اول حاجة انا الادوية دي مسلا حطاها في القودة عندي فيه كده يعني زي ضرفة كده انا حطاها الادوية من زمان. اولا لما يكون الولادة عندك صغيرين اهم حاجة عندك اللي انت ترفعي ضرفة الادوية فوق. يعني متخليش الادوية تحت في حاجة تحت او في بوكس تحت كده على كماد على اي حاجة او في درج. لا. انا عملاها الضرفة طول عمري من ساعة ملازم كانوا صغيرين واخدت خلاص على كده. اللي انا اعمل الضرفة دي فوق. تمام? اه طبعا احنا انا بحط علبة بغطى طبعا انتو عارفين العلبة اللي هي بالغطى دي بغطيها وبتبقى تمام قوي. لازم يكون العلبة بغطى لان هي برضو لو وقعت او اخدت حاجة بتقع. اه عملا علبة للادوية اللي هي التابلت او اللي هي الحبوب وعلبة للكريبات. طيب بصوا طبعا احنا انا مرتين في السنة بعمل ايه? بشيل كل الادوية وبشوف الحاجات اللي هي انتهت صلاحيتها بلاء كتير جدا. انتهت صلاحيتها. الحاجات اللي هي العلب مثلا ممكن تكون علبة فاضية محطوطة ولدي حطنا عادي جدا وفيش اي مشكلة. تمام? وبرضو معايا في البسكت ده زي ما قلتلكم بحط بحط فيه. طيب في حاجة تانية عايزة اقول لكم عليها. بالنسبة لعلبة الادوية عشان ما تبقاش بقى خلطة بيطة على بعض وما تقدريش اللي انتي تشوفي بقى ايه اللي جوة وكده. لازم ترتبي بصي. انا جربت كذا ترتيب للعلبة. ساعات كنت بعمل ايه? ساعات كنت اجيب العلب واحطهم فوق بعض كده. طبعا انتي كده هتفدري تجيبي من تحت وتدخلي وتخططي في العلب عشان تجيبي الدواء اللي انتي عايزيه. بصوا يا بنات يعني احسن فكرة انا لقيتها اللي انتي لما تيجي ترتبي علبة الادوية ترتبيها كده. بصوا بالطول. تحطي كل الادوية بالطول. انتي كده شايفة خلاص ده اسمه ايه ده كولافرين ده كزا ده كزا الفنتر. بصوا خلاص. انتي شايفة ايه الاسامي. والله هتروحي فتحها العلبة. هتروحي جايبة كده. وخلاص الموضوع حيقام معاك كويس جدا وسهل جدا. مش محتاج اي تعب. تمام? اهو. حتى برضو. اه ومش هتفضلي بقت كاركب الدنيا. خلاص عايزة ديسفلاتيل. حتى حين طلعها ديسفلاتيل وخلاص. مش هتضطر انتي تنزلي العلبة كلها. طيب. اه مثلا خلاص في علب كبار منهمش مكان. خلاص انتي في الاخر. هتروحي ايه? عاملة ايه? هتروحي اهو. حتى هم كده. بحيسن انتي خلاص شلتي واحد. هتعرفي كله. وبردو لو العلبة طويلة معاك اكتر. حاولي برضو انتي تطويلة في العلبة. وتروحي يحطها كده وقفلها الغطة عليها. برضو نفس الشيء للكريمات. بصوا الكريمات. اهي. انا عارفة ده ايه? وده ايه? وده ايه? بصوا يا بنات انتو لازم لازم كل آآ فترة زي ما قلتلكم لازم تعملوا موضوع الادوية ده. حتطلعوا والله كمية ده ادوية. ملهاش اي لازمة. في حاجة تانية عايز اقول لكم عليها. انتي خلاص مسلا جالك اي آآ برد اي حاجة استعملتي انتباوتك. مفروض تكمليه كله. طيب فاض معاك يا انتباوتك. فاض معاك يا دواء مسلا بدل ما هو ينتهي. ممكن بتعملي ايه? ممكن بتوديه للصيدلية. فيه ادوية كتير جدا. انا بكون خاف مش هستعملها تاني. بوديها للصيدلية. تمام? تقولي له ايه? تقولي له يعني آآ بيجي ساعات ناس آآ معهمش تمن الدواء. فبيدهولهم آآ مجاني. فبردو انتي خلي بالك من النقطة دي. يعني يا ريت آآ برضو تحطيها في دماغك بجد حلوة جدا. وفي نفس الوقت بتساعد ناس كتير. بالنسبة للأدوية اللي هي بتبقى بس كده الشرائط من غير علم. انا بجيبها كلها وبحطها بصوا في استك. تمام? اي حاجة بقى ممكن ايه استك اي حاجة. وبحطها في العلبة كده. بحيس اللي هي ما تطهش. ما تبقاش طيها بقى جوة وتحت وكده بحيس اللي انتي مدوعدش تشتري. كنت الاو باشتري كتير. وعندي نفس الحاجة. اكده ايه اهو. جاب معنا خلاص الادوية مثلا اللي هي. خلاص انتهت صلاحيتها. وصل الباسكت ده. وخلاص على كده. بس خلي باقي الادوية اللي انتي هتتبرعي بيها تكون في كيس لوحدها. دي اول حاجة معنا. تالي حاجة يا بناتهم متتخضوش خالص 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 ده درج ابني. درج بتاع ابني. تمام? بصوا بقى عامل ايه? يعني بصوا طبعا هتلاقي بصوا برفانات اهي. اه اللي هي دي الحتة اللي هي بت 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 رشي منها طبعا خلاص ضاعت. وهو مستني سايبها مسلا فيها حاجة زيارة مسلا. او مش ما فيهاش حاجة خالص مستني على الامل اللي هو يلاقيه. طبعا هو مش بيلاقيه. وفي نفس الوقت دي فاضية. فطبعا احنا معنا اهو الباسكت اللي انا قلتلكو عليه. بنحط فيه. بصوا تلات فرش. تمام? تلات فرش في الشعر. وفي ما منهم طبعا البايز وفي بصوا مسلا اهو. بصوا مقطوعة. تمام? وايه فرشتين تانيين. كلينكس بقى على بصوا اسلك اه مقطوعة. انتو يعني انتو طبعا اتخضيتوا من منظر الدرب. على اجربات نضارات هو بيلبس نضارة. اه بصوا. بصوا. بصوا المنظر عامل ازاي? بس انا بقى درج ابني مش مرتين في السنة. درج ابني مرتين في الاسبوع. لازم مرتين في الاسبوع. طبعا انتو شايفين. واللي هي نضارات اللي هي دي بتاعت بتاعت السري ما لما بيروح السري ما اللي هي سري دي تقريبا. اسمها حاجة زي كده. والكالكولاتريز بتاعه. ومش عارفة وايه وايه وايه. وادوية. طبعا ده اه يعني المنظر بهدلة يعني. فعشان كده بقول لكم بجد والله انت هترتاحي نفسيا لما. وده ايه بقى? حمد الله عالسلامة يا غتغودة وحاجات. ده يعني حاجة حد كان جايب لي حاجة اه بيبارك لي وعنده فالدرج مرمش ليه. بصوا بصوا منظر الدرج. فعشان كده بقول لكم لازم الموضوع ده يحصل. خلاص انت وضبتي بقى الا 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 بتاعته وهدومه وكده. لازم قبل ما تطلعي. تروحي اخد بقى الادراك بتاعته كلها وكل حاجة عشان تبقى الا الا ده كلها فلة. وانسي نفسيتك ترتاح لان ده كل ده عليكي عليكي برضو. طبعا انا هشيل الدرج كله وحالبه في البسكت. ومش عادت حاجتين. هنيجي بقى على الدرج بتاعي. اه بتاع التسريحة بتاعتي بصوا برضو. هو انا بحبه على طول كده بصراحة متوضب. ما بعرفش اخد منه حاجة خالص نهائي وهو مش متوضب. بس برضو ممنعش مثلا احنا لما نيجي. اه لازم اعمل عليه برضو تشيك بصوا. يعني مثلا ايه هنا لقيت. اه علبة فضية بتاعت فرشة مثلا خلاص خطتها هنا. مش عارفة ليه العلبة بتعمل ايه هنا. اه مثلا البنسة مثلا مكسورة. اي حاجة مثلا هنا اهو التوك. اي حاجة مثلا هتلاقيها كده تكسرت وبردو سبتها. اه ما يمنعش برضو اللي احنا ايه نشيلها. بس طبعا ده عشان هو متوضب على طول. وانا ايه دي فيه على طول زي ما انتم ايه شايفين الحمد لله ما بعرفش ايه. اسيبه كده مش زي بتاع البنات طبعا وزي بتاع ابني. بس برضو ما ننساش الادراك دي. دي اول دورك. وبردو الادراك التانية هتلاقيها برضو نفس القصة. اه البنس بقى التوك اللي هي تقطعت. اه ومسلا انفضلها حتة صغيرة تقولي لأ حصلحها برضو ده كله ما بيحصلش. اه يا ريت نتخلص من الحاجات اول بول ومنستناش لما الموضوع يتفاقن من لنا. بصوا يا بنات ده البسكت بقى البسكتس اللي انا بحط فيه بقى الكريمات والاسيتون والحاجات دي كلها والسيرم. بصوا لازم هتلاقي ايه برضو? هتلاقي مسلا غطع عندك اه بتاع سيرم خلص خلاص ما عايزي ترمي. بصوا اه واحد كريم مسلا خلاص خلص الولاد حاطينه برضو ده عايزي ترمي. اه واحنا طبعا بنعمل كده بنوضبه. ده اه بصوا مش عارفة ده ايه. ده كحك العيد. مش عارفة بيعمل ايه هنا? اه فطبعا هتلاقي في حاجات كده مزنوقة منك ومش عارفها ومش عارفة ايه يعني طبعا بتدور عليها مش عارفة هي فين. وفي ده مسلا ميكاب رموفر. يعني نوضب كده ولازم لازم هتلاقي بصوا دي اللي هي بتتلبس بتاعت ابني مش عارفة برضو هنا بتعمل ايه بصوا اهو. طلعت حاجات قد ايه? اهو عايزة تترمي. شايفين? هنا مسلا حنيجي للمنيكرات اهو. ده خيط. شوية بصوا خيط اهو. ودي بتاعت المايك بتاعي. تمام? يعني برضو الخيط هنا وبيزدباسة بتعمل ايه? برضو هنشيلها. المنيكرات نشوف ايه اللي خلص خلاص و ايه اللي مش بنستعمله. اه دي برفان فاضية. على فكرة برفانات دي جماعة اه حلوة جدا اللي هي الصغيرة دي حلوة جدا واسعارها حلوة وسبتة. اه هتلاقي بقى بصوا في حاجات كتير عايزة تترمي برضو. هنعمل عليها تشك ونرميها كده كلها. ونوضى بالدنيا طبعا بالمرة واحد. بصوا السوري تاب هنا ما فيه يتحط في الصفرة. محطوط هنا. فطبعا وحلق. بصوا. حلق. كل ده كل ده بجد هتحس بعد كده اللي انت مرتاحة ونفسيتك جميلة جدا. وتحس اللي انت لما تدخل القودة النوم عندك تحس يعني كده بارتياح. ده غير طبعا اللي انت حتطلعيه اللي انت مش بتستعمليه. واللي انت خلاص حسن اللي هو ايه قدم. يا اما تتصدقي به يا اما خلاص تتخلصي منه. دي بقى يا بنات بتاعت الجرائد اهو شايفين اللي احنا بنشيل فيها الجرائد والمجلات وكده. على طول على طول بتبقى مكركبة. ليه? لان هما مثلا بيجي مع الجرائد الحاجات اللي هي. اللي هي دي بتاعت الاكل وكده. المينيو بتاع الاكلات بتاع القص المحلات وكده. بيجيبوها هما من بره راحوا اكلوا بره. بيجيبوها شايفين? او حسبوا على حاجة. ما بيرموهاش مش عارفة ليه. بصوا الفاتورة اهي. والورقة بتاعت المينيو بتاع المحل. طيب ماشي. سيبت انت مينيو واحد. لا. هما يسيبوا بقى تسعة من كل حاجة تسعة بصوا. شايفين? اهو. كل ده بيكركبلك الدنيا. فطبعا بس ده مش كلش مريتين في السنة انا بعملهم لا. انا مرة في الشهر بعمل الموضوع ده. بطلع بقى كل الحاجات دي كلها. بصوا حتى كتاب الاسكار بتاعي حطينه هنا. آآ نلم بقى كل الجرائد دي. اهو. بصوا. كل اللي هو بتاع المينيو. وطبعا كمان بيبقى فيه بس تحت كمان مجلات ميكي. انا ساعات ولدي بيقروا ميكي وانا زاعد بحب بافصل كده اقارى ميكي. وبصوا برضو الكتب. خلاص الحاجات اللي هم هيقروها اوكي. تاني مش مش هيقروها لازم اللي احنا برضو اهو. اللي احنا نوزعها او نديها لحد وكده. لكن ما ينفعش اللي احنا نسيب كل حاجة نفضل تتراكم كده على بعضها. شايفين? اهو. بس دي برضو معينا على طول لازم تبقى قد كده وبتنفش بتبقى وحشة كده. بيجي بقى للمطبخ وما ادراك وما المطبخ. المطبخ طبعا كل حاجة بتبقى واقفة بترميها في الادراج في ايدك مسلا بصوا يعني ده انا بحب ايس بيها على طول اي حاجة اللي هي اسمعها المزورة. اه ارميها مسلا انا بطبخ اروح حطها في اي مكان كده في الدرج بصوا. اه حواليكو ايه كمان? دي شمعة. شايفين? غطى برطمان. معرفش بصوا. واحدة كسرت من بتاع البهارات. فسايبه الغطى بتاعها مش عارفة برضو اه ليه. فعلى امل مسلا. ليه ترجع تاني? مش عارفة بصوا. بيبقى الدرج كله اه مكركب وحاجات كده عايزة تترمي. دي بتاعت سبغة. برضو بتبقى في ايدك كده عايزة تعمليها. دي غطى اللي هو اللي واقعت كنت ملزقاها على العلبة اللي هي بتاعت الزيت. قلت يعني على لزقها تاني فسايباها. فبصراحة يعني بجد يعني ايدينا كده واحنا مش فاضين بترمي الحاجة وما بنعرفش اللي احنا ايه هنستعملها تاني ولا بس موامل اللي احنا ايه اه تبقى عندنا مش عارفة ليه. جمزي قلبك وتخلصي من الحاجات دي كلها وانا برضو النهاردة نفس القصة اهو قبل ما عمل قلت عمل لكم الفيديو هجمد قلبي كل الحاجات اللي مش عايزة هتخلص منها. كمان يا بنات دايما المجات. المجات اللي هي بصوا طبعا انتي بتبقى مثلا هنا اتكسرت شوية والايدين بتاعتها هتكسرت دي بقى بتحصل في كل بيت. وبتبقى سايباها وصايبها ايه الايدين بتاعتها. ليه? على امل لانتي تلزقيها او على امل لانتي تصلحيها وكده. طبعا احنا طبعا مش هنقدر اللي احنا نشرف فيها حاجة طالما ايديها تكسرت. بس ممكن تقولي ايه? لا دي عزيزة علي دي كده. اه لو حاجة مسلا سوفنير من حد او كده عزيزة عليك ممكن تتسيب. لكن مش معنى كده اللي احنا نسيب كل المجات اللي هي تكسرت على امل اللي احنا نصلحها. ولا امل اللي هي ترجع تاني زي الاول. لأ. برضو الحاجات دي تخلصي منها. بصونا بعمل ايه كمان? في الاخر عايزة اقول لكم. انا الحاجات دي كلها بل ما بحطتها في البسكت. باجي عند مسلا مرات الحارس. اي حد مسلا يعني اي حد مسلا حالهم على قدوم. اقول لها بصي شو في الحاجات اللي انت عايزها. الحاجات اللي عايزها اوكي خديها واللي مش عايزها ارميها. علشان خاطر برضو ما اجرحاش اقلوا كده. اقول لها يعني في حاجات انا مش طولي. لا في حاجات انا عايزها. تنقل اللي هي عايزها وفي الاخر ترمي الباقي. آآ بصوا ده كان يعني طبعا ده حاجة من الحاجات الكتير الموجودة في بيوتنا. بس قلت اشجعكو اللي انت تقومي وتوضبي كده بعد الشتو بعد الصيفي توضبي الامور وتبقى بيتك برضو آآ مش من برة بس حلو. لأ من جوة كمان في كل درج وفي كل ضرفة يبقى حلو والمطبخ بتاعك كمان يبقى جميل ويبقى فلة شمعة منورة. يارب يكون الفيديو عجبكو واخدتوا طاقة كده ايجابية منه. وتقوموا دلوقتي حالا ما استنيه ايه يلا قومي. خلص انا برضو هخلص الفيديو وحكمل. ولو عجبكو متنسوش اللايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم. باي باي.